مشاهدين الكرام لتعليقي على الموضوع انضموا لنا عبر الهاتف من الخرطوم المحلل السياسي السوداني دكتور عبد الرحمن الخالد يهلا بكم دكتور عبد الرحمن بداية المجلس العسكري وتحالف قوى الحرية والتغيير وقعا على وثيقة الاتفاق السياسي الى اي مدى ترى ان هذا الاتفاق سيحل الازمة الدائرة بين الجانبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام التحية لقناة الرافدين ومشاهدين قناة الرافدين ونشكر لكم اهتمامكم ومتابعتكم للهم السوداني في الحقيقة تم اليوم التوقيع على الاتفاق السياسي ويتوقع ان يليه يوم الجمعة القادم التوقيع على الوسيقى الدستورية او ما يعرف بالاعلان الدستوري هي المكملة للاتفاق يعني الاتفاق السياسي لحاله لا يكفي انما الاهم هو التوقيع على الوسيقى الدستورية يوم الجمعة ونتمنى أن تستغل سعادة الشعب السوداني بالتوقيع للوسيقى البسورية هذا الاتفاق منتأخر كثيراً وشعباته الكثير من التحديات والمشكلات واختلاف الطرفين سواء الحرية والتقرية التي تمثل كثير من التيارات والأطياف في المجتمع المدني والسياسي في السودان هذا الاتفاق شمل معظمًا أنه شمل خمسة تصور رئيسية أو سمية بالاتفاق السياسي لإنشاء هياكل ومواصفات الحكم في البدر الانتقالية المعبدة بما تفسر إذن تحول موقف المجلس العسكري الرافض للتفاوض وهل من ضغوط مرسة عليه للعودة إلى طاولة الحوار كما تعتقد؟ لما سمعت جيداً نتحدث عن تحول موقف المجلس العسكري من ناحية قبوله بالتفاوض هل تعتقد أن هناك ضغوطاً مرسة عليه لأن يجلس على طاولة المفاوضات؟ بالتأكيد أن هناك كثير من الضغوط سواء كانت الضغوط من الوسطى في الانتحاد الأفريقي أو الولايات المستحدة الأمريكية تعلمون أن دونالد بوست مبعوث الرئيس ترامو الجوسف خرطون طويلة الأيام السابقة أكثر من ذلك الضغط الشعبي المليونية الثلاثين من يونيو كانت حدثاً فارقاً في تاريخ الثورة السودانية فبالتالي كل هذه المخضيات أكبر في المجلس العسكري أن يعود لصوت العقل ويتحرك في اتجاه التفاوض مع أن هذا الاتفاق لا يلدي حاجة السوار 100% ولا يلدي حاجة القوة التغيير وبعض تيارات القوة التغيير عارضت هذا الاتفاق هذا الاتفاق ليس راية المطاف إنما يكمل بالإعلام الدستوري وبالتوقيع على الوسيقى الدستورية ومجمعة إن جرت الأمور بسلام أكثر من ذلك حتى وإن تم التوقيع على الوسيقى الدستورية هناك كثير من التحديات ما بعد الاتفاق التي هي التوافق والعمل بين الشركين كجهة عمل واحدة التوافق والانتجام الإداري لخدمة تلبية رغبات الشعب الأهداف التي خرجت من أجلها الملايين في السودان وصاروا على النظام البايد محاربة الفساد الاهتمام بالمنطة الاختفادي لمعيشة الناس وأحوال الناس بناء علاقات خارجية جيدة تعلمون أن 30 عاما من حكم النظام البشير السابق السابق تشويس كبير جدا للعلاقات الخارجية للأوضاع الداخلية في السودان فالحكومة الانتغالية لسا الطريق أمامها وردي إنما هناك الكثير من التحديات والصعوبات هذا يقودنا إلى إجاز من جنابك دكتور عبد الرحمن لأحداث التي جرت في السودان يعني مجلس عسكري تحدث عن تسليم السلطة للمدنيين وقاد البلد إلى ما نراه الآن لكي يصل في النهاية إلى مفاوضات يعني وكان الموضوع نزاع على ملكية ما الذي نراه الآن؟ وهي طبعاً الواضح إنه المجلس العسكري في أول خطاباته يعني أكد على تسليم السلطة للمدنيين والشعب لكن تراجع ونكب وسبب كثير من الاحتقان السياسي في التلات كله تأخير يوم في هذا الموضوع يسبب يزيد من نار الاحتقان تعلمون في يومين الماضيين حسد كثير من الأحداث في مناطق الطغفية وليولايات الطغفية تم حرق أحدى مقرات القوات الدعم السريع وتم كثير من الاشتباكات في بعض المناطق الأخرى أثقت فيها دماء ومات فيها بعض الشباب ومزيد من تعنى المجلس العسكري يعني مزيد من انتداد الأفق مزيداً من العنف مزيداً من المعالات الكارثية التي تستجه إليها البلاد لكن نحمد الله أنه اليوم تم استوقيع على ما يعرض بأنصاف حلول حتى أنه تستطيع هذه البلاد أن يستطيع فيها عقاق جديدة نحو الاستغرار ونحو السلام ونحو بناء كياسي بيت ومتوازن دكتور عبد الرحمن الخالدي الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا عبر الهاتف من الخرطوم شكراً لك